أهلا بكم نستهل فقرة الصحافة مع العرب الجديد ومقال بعنوان كرباخ ودروس سوريا وليبيا لجمان فرحات وفيه تقول كاتبة المقال بالنسبة إلى روسيا يكفي ما يجري في حضائقها الخلفية من اضطرابات بدءا بلا روسيا مرورا بأوكرانيا ووصولا إلى قرقستان أخيرا حتى أن موقف الرئيس الروسي لديمير بوتين كان واضحا في قوله إن بلاده لن تسالد أرمينيا حاليا لكن المعارك خارج أراضيها أو لأن المعارك خارج أراضيها ويضيف المقال أما الولايات المتحدة فصحيح أن القضية كانت حتى الأيام الأخيرة خارج دائرة اهتماماتها لسيما أنها تتزامن مع الأسابيع الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية إلا أن احتمال تحول كرباخ إلى نقطة جذب للمرتزقة يغير المعادلة وتتابع كاتبة المقال من ليس إلى جالب ياريفان وليس ضد باكو اليوم قد لا يحافظ على موقفه طويلا في ظل تحولات المشهد في كرباخ ويفترض أن باكو ومن خلفها أنقرة تعيان ذلك جيدا وستحاولان استثمار اللحظة لمحاولة حصد تنازلات تفضي أقله إلى ربط نزاع طويل الأمد بشأن الأقيم ونبقى في أزمة كرباخ ومقال في بلوبرغ الأمريكية بعنوان حرب القوقاز ودروس أمريكية وروسية جاء فيه قد يخسر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الصراع الحالي إذا ألحقت أذربيجان هزيمة عسكرية بأرمينيا ولكن لا يزال بإمكانه الانتصار إذا كانت الجائزة الكبرى هي إضعاف حلف شمالي الأطلسي المنقسم بالفعل وأشار الكاتب إلى أن هناك سبب آخر لأخذ الصراع بجدية هو أن الحروب الصغيرة كانت تاريخيا تدريبات على حروب أكبر لأنها توفر ساحة اختبار للقدرات العسكرية للأطراف الكبرى ويخدم بالقول قد يبدو الصراع على كرباخ وكأنه من ترسبات تفكك الاتحاد السوفيتي في الماضي ومع ذلك فإن القتال الدائر هناك يمكن أن يكون في الواقع معينة للمستقبل وتحالفاته وإلى صحيفة المدن الإلكترونية ومقال بعنوان مأزق كرباخ الروسي جاء فيه تصريح باشيشيان عن رغبته في التحدث إلى ماكرون أكثر مما إلى بوتين ليس تصريحا غير ودي فحسب بل هو محاولة لتخويف روسيا بتعزيز دور الغرب في هذا الصراع وإجبارها على اتخاذ تدابير خاصة في إطار مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ويتابع كاتب المقال إن أكثر ما يقلق الكراملين في كرباخ هو انخراط تركيا العلني في الصراع إلى جانب أذربيجان وهو من جانب يخشى الاستضام معها وفقدان ما أنجزه في روسيا من إبعادها عن النيتو والغرب عموما ومن جانب آخر يخشى بشدة تمدد نفوذها في جنوب القوقاز ويختتم المقال بودنا أن نصدق أن العقلانية تملي على الكراملين موقفه من حرب كرباخ وليس مأزقه وعجزه عن اتخاذ موقف حاسم في هذه الحرب لكن سلوكه في سائر الصراعات ما بعد السوبيتية من أوكرانيا إلى سوريا وليبيا لا يقول بعقلانية الكراملين إلى صحيفة الصحافة اليوم التونسية ومقال بعنوان برلمان العطالة الدائمة وفيه الذين يتابعون المشهد البرلماني باهتمام يعرفون جيدا ولاحظوا منذ الجلسة الأولى أن لا شيء سيتغير وأن الجماعة مقدمون على عام أسخن من سابقه وأن السادة النواب بدل أن يشحذوا خيالهم لاستنباط الحلول فإنهم شحذوا سكاكينهم لإكمال مهمة الإجهاز على الحياة البرلمانية والعمل السياسي وراء الكاتب أن أول قنبلة القوها في مفتتح السنة البرلمانية هي قنبلة المحكمة الدستورية التي يعرفون أكثر من غيرهم أنها لن تحل بدستور الحالي ولا بالقوانين الحالية ولا حتى بتوازن القوى الحالية وختم قائلا كل القوانين المطروحة يدرك السادة النواب أنها مشاريع صعب أن يقع الحسم فيها ومع ذلك يصرون على حشرها جميعا منذ بداية الفترة نيابية حتى يصل البرلمان الذي يفترض أنه السلطة الأصلية الأولى إلى حد العطالة بل وأحيانا إلى حالة المحسلة ونقرأ في مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان كورونا يدفع لبنان إلى حافة الهاوية جاء فيه منذ انفجار ميناء بيروت قبل شهرين ومئات الآلاف يقبعون تحت براث الفقر المتقاع كما عاد طيروس كورونا مرة أخرى هذه المرة مع بنية تحتية صحية على وشك الانهيار وأزمة سياسية دفعت الكثير من العاملين في الجهاز الطبي إلى التفكير بالهجرة وهو ما يزيد من صعوبة السيطرة على الوباء وأضاف كاتب المقال لبنان شهد زيادة بنسبة 220% في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الانفجار وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 45 ألف شخص وهي أرقام قد تبدو متواضعة مقرنة بدول أخرى ولكن بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 4 ملايين فقط ويتأرجح على حفة الفوضى فأنه يشكل تهديداً وجودياً ويختم المقال بالقول لا تلوح في الأفق نهاية للمحنة إذ لا تزال النخبة السياسية مترددة في بدء الإصلاحات وهو شرط مسبق لإنقاذ مالي دولي ومع ذلك فإن الزعماء السياسيين يواصلون التمسك بالسلطة ومواصلة سياساتهم القائمة على الطائفية مع القليل من الندم على الواقع الحالي نهاية نشرة الصحافة نعود إلى إزاهر لاستكمال بقية النشرة نهاية نشرة الصحافة